هناك خمس محاور بتتحرك منها التجري صوبة العاصمة أديسة بابا والتقارير بتقول انه جبهة تحرير التجري لا تستهدف الوصول الى أديسة بابا والدخول بنفسها وانما بتخطط لانه جبهة تحرير القرومو هي اللي تخش الاول ليه؟ لسبب بسيط انه في عداء وفي النفوس شايلة من بعض بين الاثيوبيين من القرومو العاديين اللي هو أبي أحمد منهم وبين التجري خلال الفتر اللي حاكموا فيها أثيوبيا من 91 ل2018 ومن ثم التجري بيقولوا اللي يخش الاول اللي يدخل أديسة بابا الاول ناس من القرومو اللي هم معظمهم مسلمين لانه لو دخلت التجري هتتحول أديسة بابا الى بركة من الدم لذلك هم يقولك مش مستعجلين ليس هناك عجلة من أمرهم في دخول أديسة بابا لكن عندهم خمس محاور المحور الاساسي اللي هو جاي من فوق من ديبر سينة ديبر برهان الى الأديسة بابا اللي متوقف دلوقتي على بعد حوالي 550 كيلو بينهم وبين العاصمة حوالي 140-150 كيلو والجانب الشرق اللي هو عفار والجانب الغربي وفيه جانب جنوبي هاتلي الخمس محاور الابرهان في خريطة لو سمعت أعتقد دي بتوضح الوضع على الأرض وتحركات القوات سواء القوات أهو قدام حضراتكم عندنا أدي خط أهو قدام حضراتكم الخط دا بيقودوا لونه بنفسي جي حتى أهو القوات اللي من القرومو اللي متحالفة مع التجري اللي جاي من فوق أهو دخلين على العاصمة أديسة بابا أهو يعني بينهم بين أديسة بابا فين؟ فين أديسة بابا يا برهاني؟ أهو دي أهو قدام حضراتكم أهو دول أقرب ناس لي أديسة بابا أهو فبالتالي أدي أول محور أدي تاني محور أدي تالت محور أدي رابع محور والمحور الرئيسي الخامس اللي جاي من فوق يبقى شايفين أدي محور طالع على العاصمة محور تاني جاي العاصمة محور تالت أهو ومحور رابع المحور الرئيسي الطيار الرئيسي الخامس اللي جاي من فوق الفكرة كلها بيقولوا ان احنا بنحاول نعمل عملية كماشة على العاصمة اديسة بابا لتقليل الخسائر البشرية وعدم ترك الفرصة لتحويل اثيوبيا الى حرب اهلية ومزابح ومجزرة داخل اديسة بابا بقولوا احنا بنحاول نخنق اديسة بابا لكي نضغط على ابي احمد لكي يضطر الى تقديم استقالته بشكل سلمي بعيدا عن المعارك الدامية داخل العاصمة اديسة